هذا هو أول سؤال بالالكترولتس الي هو سؤال كل السهل ما بيشي مجرد يريد الـ I Factor اللي هو I Factor مالت السيروز بهذا التركيز المنطني بالسؤال طبعا بالسؤال 1M معناتها مالالي زين مالطني التركيز مالالي و مالتها ف يريد فالقوانين طبعا مات الالكترولايت ينفسها مالا الالكترولايت بس ضيفو لها الـ i يعني احنا ساعدنا شو نقان الـ Osmotic Pressure العادي RTM بالالكترولايت حطوه لـ i حيصير RTMI أو حتى بالنالالكترولايت ها ما اكون i بس قينتش غيت واحد فما يعودوها بس بالالكترولايت لا تختلف لازم يعودوها زيان فهنانا راح نخلي بس i ويقوانين اننا الالكترولايت زيان فا استخدنا نجي على الحل الحل هو يقول pi ساوينا RTMI زيان الـ pi هي 24.8 الـ r دائما قلنا بالـ Osmotic Pressure هي 0.0821 الـ T هي 0 بالـ C حولها كالفين يعني 273.15 المولالية يد هي واحد الآية هو يريده زيان فحاول كل الطرف الثاني وبقي الآية بواحدة راح يصر عدي 24.8 على 22.4 راح يطلع للانتج الآية فاكتر اللي هو 1.11 طبعا بالنسبة لهالسؤال هو ثلاث أفرع والفرع ديقول هو فرع شرح طبعا ديقول ليش احنا نستخدم يعني الملح ونضيفها للوتر يعني من سبب بعض الأكلات يعني بعض الأكلات نخليها بالمي ونضيف ملح حمات للمي فشنو الغرض هنا من الملح الاشي راح يفيه من الملح هنانا ليش يعني أستغل بضواطية الأكل يقول السبب انه أول شي راح يقدر يرفع درجة الغلايان فمعناته من يرفع درجة الغلايان مع المي راح يعني يقدر يسوي الأكل أكثر مرونة أو أكثر سوفتي نجزيا اللي راح هذا شي راح يقلل من التماسك أو الكون سيستيمات الأكل نفسه تمام اللي أن الوتر هنا راح يضل مدة أكثر يعني وبحرارة عالية شوية أكثر من المي طبعا اللي ما بملح تمام فلهذا بسبب هاشي بسبب ارتفاع درجة الغلايان معناته عدنا مية وبحرارة عالية راح يكون على الأكل زيان أو هذا الشي مثل ما قلنا شرح يسوي بالأكل راح يقلل من التماسك ما اكتفى بالتالي راح يخلي يعني طريق أو سوفت زيان أكثر من من اللي ما بملح ذاك بدرجة مية راح يغلي تمام هذا حيوصد حرارة أكثر هذا المية اللي ويا الملح تمام فرح يخلي الأكل أكثر مرونة يعني أو طريق أو طازج يعني ما أدري شي سموه هاتو المهم فهذا هو الجواب وهما ترح أدسلكم الجواب من المصدر حتى يكون واضح بالنسبة الفرع بي وفرع سي طبعا ما حلت فرع سي المهمة أنا حلت فرع بيه بالورقة يعني بصورة ما للحل طلعت الـ الـ concentration اللي يريده هو طبعا طالب الـ concentration أحتاج أطبق قانون عدد المولات أو هو راح يكون يعني نفس قانون المولاليتي تمام فأحتاج أطلع المولاليتي مين حطلع المولاليتي راح أطلع من قانون delta tb يشي يقول قانون delta tb يقول kbmi تمام delta tb هشقد هذا راح يكون خمسة زيان والكيب هي 0.51 والآن اريدها والآي اشقد قيمته طبعا هو الآي لازم نحسبه احنا بس هنا لنما أطلعنا بالسؤال فراح نكتب قيمة تقريبية الآي زيان اللي هي طبعا NACL يعني NA وسيال آيونين فهو اثنين هو بالحقيقة يمكن 1.8 مو اثنين تمام بس احنا نكتب يعني توقعي اللي هو اثنين اذا ما اطلع بالسؤال او ما نقدر نطلعه يعني فاش نسوي نكتب توقعي من يامنا اللي هو بما انه ايونين يعني اثنين زيان فراح نخلي الزين القيم كلنا نطلع المولاليتي زيان راح تطلع لي 4.9 مولالي زيان هالله هاي شو معناته 4.9 معناته عندي 4.9 مول بالكي يجيب فهنا هنا راح اقدر مباشرة من القانون مولالتي مولالتي في مولالتنا جوكر هذا او من القانون على المولالات نفسه يعني اا راح يطلع لعن قبل الغرامات الموجودة بالالف اا غرام من السولفنت او بالواحد كي يجي من السولفنت زيان فاشون القانون جوكر مولالتني يقول مولالتي يقول الويت مات المادة اللي موجودة بألف غرام من السولفنت أو 1 كي جي مقسوماً على الموليكيلر ويت زيان فالمولاريت موجودة الموليكيلر ويت موجود طبعاً هي تطيب السؤال والويت احنا نريده فرح يعني نضرب الموليكيلر ويت بالمولاريت رح يطلع عدي شنو يطلع عدي الويت حيطلع عدي 126.35 غرام لكل كي جي وهذا هو بالنسبة للفرح A و B طبعاً بالنسبة للسؤال أخذت الحل مالتا من المصدر زيان فاشتي تقول هالسؤال أول شيء هالسؤال ديقول انه عندنا انتيبيوتك اللي هو الايرومايسين هيدروكلورايد هذا الايرومايسين هيدروكلورايد شيريد منه يريد انطلع مالتا ال I Factor ايضاً نطلع عدي اي فاكتر مالتا زيان ال I Factor هالسؤال رح نطلع حسب المعطيات اش مطيني بالسؤال مطيني الدبريشن بالفريزنك بوينت فمعناته هستغطي مع هذا القانون ما الدبريشن بالفريزنك بوينت حتى تطلع ال I Factor منه زيان فاشي قلها القانون يقول KFMI الكي ايف موجودة M موجودة عدي بشقد بواحد لتر مارد بصفر بويند واحد لتر زيان حتى انطبق القانون مالتنا مال المولالت هي يعني تعرفون انت القانون مالتنا مال المولالت هي زيان اه فشو راح نطلع هالكتلة اش راح نسوي واسطة ايب الطرفين اقول اذا هو واحد غرام موجود بصفر بويند واحد لتر اذا كان عندي واحد لتر يعني اش قد راح تكون راح تطلع عدنا طبعا عشرة غرام زيان راح يطلع لي عشرة غرام بير وان ليتر او او وان ليتر او ووتر وايكوال تو اه طبعا وان كي جي زيان فهس راح نطبق مالتنا قانون المولالتي اللي هو الشي يقول يقول هالقانون مالتنا عدل الغرامات على الموليكيلا رويت طبعا هاي عدل الغرامات اللي موجودة بشكات اللي موجودة بألف غرام او واحد كي جي اللي هي عشرة تقسيم موليكيلا رويت اللي هو خمسة وخمسة وخمسة واربعين مثل ماذا شيفو ناسه بالحل شيفو الصورة مالحل مقصة مباشرة العشرة على الخمسة واربعين بس ما كاي لين جاي هالعشرة زيان فهي هالعشرة جاي انه احنا لازم انطلعها حتى انطبقها القانون مالتنا مالت المولالتي زيان فالمهم عشرة على خمسة واربعين هو صفر بوينت صفر واحد ثماني اربعة مولال زيان فهس نقدر نطلع على هاي مباشرة من القانون اللي هو ودلتا تي اف على ا,"mkf » كل الموجودهات انحطتن يطلع عدنِiz I yoq1.753 بعدين ساحت اطلع disociation factors ايش نسوي ساحت اطلع disociation factor انطبق القانون مالتها اليهو يقول I makis A1 على V ناقصاً واحد طبعاً الآي هنا قيمة طلعناها الفي جيد قيمته الفي هي عدد الآيونات الناتجة من المركب ما تكش قد يعني المركب يطيق آيونات هو واضح يمثلك الفي فهنانا عدنا آيرومايسين هايدروكلورايد طبعاً هالآيرومايسين هو دواء والهايدروكلورايد هي المادة مالته يعني أكيد يكون مواد أخرى المهم بما أنه مطينا بس الـ فنجري حتى الـ هو يتحلل إلى و فمعناتها الـ راح تكون اثنين تمام فراح نحط قيمة ونحط قيمة ويطلع عنا الـ اللي هو طبعاً 0.753 هذا هو الـ الـ وإذا نريد أن نطلع الـ % فنقول نضرب القيمة طلعتنا في 100% يعني حنصير 75.3% فراح بي النفس الشيء هام يريد الـ يريد الـ بس ألمان هالمرة للـ أثروبين وأيضاً للـ فايسو ساتذكيمين جيداً ذول الـ الزولال الثنين يريد الآيو يريد الـ يريد حنصير الزولاكي جيداً جيداً فبالنسبة لـ المولارتي همات نفسها يعني تقريبا يعني التركيز مالة المحلول رح يكون نفسه همات مضطي واحد في الديسي فأنا هحاولها إلى واحد بدي ألت فحيطلع لي طبعا عشرة غرام موجودة بكل 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 لتر زيان هاي شنو هاي هاي الكتلة مالة الأتروبيين هاي دروك لورايل الموجودة بشكيت بألف مل أو يعني ألف غرام من الواتر زيان فأروح بعدين نطبق القانون المولارتي اللي هو يقول الويت اللي موجود بالألف غرامة وواحد كيتي مقسوما على الموليكيلا رويت مالة المادة هاي المادة كتلتها المولية هي ستمية واربعة وتسعين اللي هي طبعا أتروبيين سلفيت زيان بوينت ثمانية ثنين وكتلتها احنا طلعناها الموجودة بالألف مل فحاصل قسمة رح يطلع لي سفر بوينت سفر واحد أربعة ربعة ويطلع وبعدين رح نطبق قانون الآي زيان رح نطبق الآي مالتنا نعوض القيام تطلع للآي بالأخير صفر العفو ثنيان بوينت ستة واحد أربعة زيان اااااااا بالنسبة لل بالنسبة.. بالنسبة للأي عربة اهوسط ، طبعا ال wary God noises فبقت بس الفي الفيشان راح اطلعها من معادة التحالل المالته طبعا هاي المادة اتروبين سلفيت اتروبين سلفيت راح تطيني 2 اتروبين وتطيني 1 سلفيت فراح يصير الناتج جاد 3 ايونات فراح يطلع عدنا الفيش جاد يساوينا 3 زيان اللي هيطيني 3 ايونات مثل ما تشوفهم بالمعادلة ففي 3 ايونات راح يطلع لقبال الديسوشياشن فاكتر اللي هو 0.807 طبعا ان شاء الله مقلتها طبعا من حسبنا ال اي فاكتر بالنسبة للاتروبين سلفيت بتتلاحظون انه قيمة دلتا تي افش جاد هي 0.07 طبعا بالسؤال هو ذاكر قيمتها ولازم يطيني قيمتها وطبعا المولالتي اطلع المولالتي فكالعادة التراكيز طبعا نفس الشي كلية التراكيز مالتهم ذا الموان 3 1 غرام PRDL فلازم اني احولها للتر فشون نحولها للتر راح نقول اذا هو عندنا 1 غرام موجود 0.1 لتر الواحد DL هو 0.1 لتر فالجقدر راح يكون عندي من الغرامات للمادة هاي بال 1 لتر راح يطلع للناتج طبعا هو 10 غرام زيان فانطبق قانون المولالتي اللي هو يقول الواحد اللي موجود بألف غرام من السولبنت مالتنا على الموليكيلار ويت الموليكيلار ويت مالة الفاستقيمين هو 413.46 فعشرة تقسيمها راح يطلع لي الناتج 0.0242 هاي بالنسبة المولالتي ننجي نطبق قانون الآي اللي هو Delta TF على KFM Delta TF طبعا هاي لازم ايطيها بالسؤال طبعا اللي هي قيمته 0.09 والKF هي ثابتة والآن ما احنا طلعناها الآن فراح يطلع للآي 1.999 يعني نقدر نقول اثنين فالروحة سنطبق قانون الـ dissociation shift factor حتى لي حسبة الـ V طبعا لازم نطلعها مثل ما يشيفون بالمعادلة هاي المادة اطتتني مادتين فقط اطتتني مولين زين بس مولين فمعناتها الـ V راح تكون اثنين تمام اطتتني مول من الفاستقيمين ومول من الثالث الـ 8 فراح يطلع الناتج لدي 2 مول فالـ V راح يكون عندي 2 والآية هسا طلعتها فانطبق القانون مباشرة مالته اللي هو يقول I-1 على V-1 فراح تطلع لي 0.99 والنسبة المئة أوية طبعا نضرب نضرب القيمة طلعت هنا ما في 100% حتطلع عندي 99.9% وهي تحنا يعني حلنا السؤال بالنسبة الفرع A-U-B-U-C طبعا هالسؤالها من الامثل اللي راح نمشي هالمرة بالعكس تلنا احنا نطلع A-U-B-U-C بعدين نطلع Dissociation Factor ومننا نطلع A-U-C مثل ما قرنا اكو قانون يعني فراح نطلع المرة القانون الثاني اللي هو يقول Dissociation Factor سيكون A-C على A-0 أو A-U هاي الأو الثغيرة المهم ال-A-C هو يمثل ال-conductance بس شوكت بال-concentration C يعني اي تركيز للشي زيان بس بال-A-U شوكت هاذا هذا ال-conductance يسمونا ال-Equivalent Conductance شوكت من المادة تكون يعني تأينا بشكل كامل يعني زيتها 100% أو يعني بال-Influid Dilution زيان ف قاسوا يقيسون ال-Equivalent عنده وهذا ال-Equivalent يعني ال-Conductance اللي قاسوا رح يسمونا بال-A-O وذاك رح يكون قاسين عند اي تركيز C زيان عند اي تركيز مولاري يعني مو شرط المادة تكون ذاهبة بشكل كامل لا انما عند اي تركيز زيان فهيسمونا بال-A-C يعني هيكون عند تركيز معين يسموه تركيز C المهم ف حاصل قسمتنا هو رح يطلع عنا ال-Dissociation Factor زيان قياماً الشجل هو قياماً بجدول موجودة احنا بالسؤال يمكن الدكتورة تطينا قيامة مباشرة وتحطها جدول نفسه فالمهم ال-A-C-G قيمته 113.24 وال-A-O 126.45 فنقسمهن يطلع ال-Dissociation Factor اللي هو 0.896 زيان الآن سوف نطبق القانون الثاني ومال-Dissociation Factor حتى نطلع منه الآي او نقدر نكتب بشكل مباشر الآي يساوينا 1 زائداً ألفا أو يعني هو الألفا نفس ال-Dissociation Factor مضروب بال-V ناقص واحد فال-V جد هو هنا أنا يعني اثنين أكيد سوف نطبق خطوات رياضية ويطلع عنا الآي اللي هو 1.896 فرع الأخير يريد الدلتا تي اف الدلتا تي اف هو كي اف ام اي الكي اف اشكيد 1.86 الآن مضطنعة بالسؤال هي 0.09 والآي احنا طلعنا على السؤال فحاصل ضربا رح يطلع لي 0.32 سيليزيز ديگري وهذا هو بالنسبة لها السؤال هذا السؤال كلش بسيط ان شاء الله هذا يمكن يجيكم MCQ أصلا باتر جيد أو يعني يعمل أحد هذا السؤال كلش بسيط ان شاء الله ما بيشي مجرد يريد dissociation factor و مضطينا ال-AC وال-AO شوان عرفنا ال-AC وشوان عرفنا ال-AO مثل ما قلنا ال-AC هو يمثل لك ال-conductance شوكيت عند أي تركيز مولاري يطيقيا بالسؤال بس ال-AO هو شنوه هو ال-conductance شوكيت يعني من يصير عندك complete يعني ionization أو dissociation زيان فال-conductance هناك راح يسمونه بال-AO أو همات يسمونه at the يعني infinite dilution زيان ف- ال-AC هو راح يكون عندي 1.104 وال-AO حيكون 400 تمام فحاصل قسمته راح يطلع لي ال- dissociation factor اللي هي 0.002 بالتقريب هاي زيان هاي هي قيمتها وأقدر أضرب 100% أيضا حتى طلع يعني كنسبة مئوية راح تطلع لجهاز 0.28 بالمئة وهي هاي قيم ال- dissociation factor وهذا هو حل السؤال بالنسبة له السؤال هو سؤال سهل إن شاء الله همات هاي السؤال تريد lowering vapor pressure المحلول calcium chloride and water زيان فش يضاف كمية من calcium chloride قال بتركيز مالته هو 25 g of water زيان وقال احسب لي lowering بال- vapor pressure ومطينها مالة الضغط الطبيعي يعني الضغط الطبيعي مالة pure water بدون أي إضافة عند الحرارة هاي اللي هي 25 cdt زيان فاش هذا القانون اللي يقول delta P على P pure of solvent اللي هو طبعا عندنا water هنا يساوينا 0.018 8 mi زيان فاني عندي هنا ضغط pure موجود عدي الآية هوا ثلاثة هنا مثل ما قلت لكم الآية هنا قيمتها اذا ما يطيها بالسؤال او ما نقدر نحسبها فنتوقعها شوان نتوقعها من عدد الايوانات اللي ينتجها المراكب كاليسيوم كلورايد cacl2 راح يطيني مولا مولا من الكلور ومول واحد كاليسيوم راح يطيني ثلاث مولات فراح تكون الآية عدي ثلاثة زيان بالنسبة للمولاتي راح نطلعها من التركيز كالعادة مثل ما تعودنا راح نطلع عدد الغرامات اللي موجودة بألف قرام ما ريد الي بالمية وبعدين نطبق القانون من جوكر ما ريدنا زيان فاش راح نسوي حسا اذا داشوفوا نسب صورة الحل راح نطلع الغرامات اللي موجودة بألف سواسا بالطرفين يقولي اذا هي خمسة وعشرين موجودة بمية بالألف زياد أكيد راح تكون عشر أضعاف الخمسة وعشرين اللي هو يعني ميتين وخمسين غرام والموليكيلر ويت موجود عدي فنطبق القانون جوكر مالتنا اللي هو يقول اللي موجود بألف غرام من السولفت مالتنا زيان على الموليكيلر ويت فمية وخمسين على الموليكيلر ويت يطلع لي ثنين بوينت ثنين خمسة مولال نروح نطبق قانون دلتا بي اللي هو يقول يعني صفر بوينت صفر واحد ثمانية في المولالتي في الضغط في الضغط طبعا هذا شوكد البيور في ثلاثة زيان راح يطلع لناتج بالاخير ثنين بوينت ثمانية تسعة وهذا هو بالنسبة لحل هالسؤال بالنسبة لفرع بي خارجي زيان فنتركه بالنسبة لهالسؤال اللي هو رقم من ستة وتتعاش هذا اخر سؤال ان شاء الله وراح نختم باسئلة الشابترات كلها فخلنا نحلس هالسؤال طبعا الفرع المطلوب من هالسؤال هو رقم اي فرع بي خارجي زيان فتركت فرع بي خارجي فحنحل بس فرعي يريد فرعي يريد نحسب الـ بعد اضافة 15 قرام من الـ الـ الواتر فشون راح نحسب الـ راح نلازم نعرف اواشي شقدر راح ينزل اصلا الـ الـ أو يعني الـ بالـ تمام الـ راح يصير نتيجة اضافتها الـ الـ بعدين هذا الـ راح نطرحه من الـ 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 مالة الـ الـ زيان وهيك راح يطلع إنا الـ مالة السلوشن بعض اضافة العناية زيان فاسا اول شي خل نروح على صورة الحل بصورة الحل طبعا احنا احنا لازم نطلع المالالتي حتى نقدر نطبق قانون الـ بالـ بالـ فالشال راح نطلع المالالتي كالعادة احنا لازم نطلع الغرامات او مو لازم يعني كل واحد طريقة تحلها انا بالنسبة الي بطريقة تحلية دائما اطلع الغرامات اللي موجودة بألف يعني قرام من السولفينت السولفينت زي مالتنا زيان فهو 15 قرام موجودة بالمية بالألف اش قدر راح تكون اكيد 150 انتوا سوا وسطين بالطرفين قولوا اذا 15 قرام موجودة بالمية بالألف قرام اش قدر عدي من السوليوت اكيد حيطلع 150 لان السولفينت تضاعف 10 اضعاف فالسوليوت هم راح تضاعف كمية 10 اضعاف زيان راح يطلع لي 150 قرام موجودة بالألف قرام فهذا راح نطبق الجوكر مالتنا هذا القانون الموالات يقول هذا القانون الجوكر مالتنا يقول الموالات يساوينا الويت مالت السوليوت اللي موجود طبعا بألف قرام من السولفينت على الموليكولر ويت زيان انا اختصرت بويت انتوا لازم تكتبون هاي الجملة طويلة زيان على الموليكولر ويت وهذا راح يطلع لي الموالات وبنفس الوقت هو نفس عدد الموالات تمام عدد الموالات هاي الموجودة بألف قرام طبعا فالمهم الويت طلعنا 150 تقسيم 40.01 يطلع لي 3.7 موالات احسن روح نطلع الدبريشن بالبريشن بالبريشن القانون مالت يقول 0.018 مانية في الموالات في ال I Factor بال Pure Pressure مانت الويتر زيان ال 0.01 مان هيقيمة ثابتة الموالات التي اصطلعناها ال I Factor ال I Factor طبعا مثل ما قلت لكم اذا ما يطيب السؤال او ما نقدر نحسبه فنتوقعه في انا اي او اتش عندنا يعني المادة فهاء ال I Factor حتطيني I Union أو Molog يعني من ال I On زيان فالآية راح تكون عند جهة 2 تمام لين حاطيني مؤلم والبرشور هذا هو ما تطنيع بالسؤال مات الـ pure water ما تحفظوه هو 22 عفو 23.8 والآية 2 راح يطلع عندنا depression 3.21 هذا شنو هذا هذا depression أو يعني القيمة اللي راح يقل بها الضغط الطبيعي الضغط الطبيعي مات الـ pure water راح يقلب مقدار 3.21 فحتى نحسب الـ vapor pressure مات الـ solution بعد الإضافة نطرح الضغط الـ pure من depression فحيصل 23.8 ناقص 3.21 ويساوينا 20.59 مليمتر زئبق فهذا هو مقدار الـ vapor pressure Pyramat solution بعد إضافة 15 جرام من N-A OH بميتة جرام من الـ water مهر